وعم سائل فل افريباجي معاكم عمر عبد الرحيم اهلا وسهلا بكم شباب في الحلقة اللي مش عارف كام من سلسلة الازمانة في الحلقة دي احنا بنتكلم في كل حلقة يعني من الوضع ان احنا بنتكلم عن زمن معين او تنس معين التنس اللي هنتكلم عليه النهاردة بسيط السنين لدرجة ان هو اساسا اسمه الماضي البسيط يعني ايه الماضي البسيط انا عايز اوصل لان في حاجة حصلت في الباست وبقت خلصانة ما تنساش هاشتاك خلصانة بشيك يعني ده معناه ايه ده معناه ايه ده معناه جدا ان انا بتكلم عن حاجة حصلت في الباست او حاجة حصلت في الماضي وانا مش عايز اوضح details مش عايز اعمل اي حاجة وعايز اوضح ان الموضوع ده بدأ اساسا وانتهى في الباست وخلاص الموضوع انتهى وماملوش اي تأفير دلوقتي ولا كمل حتى. على سبيل المثال I worked too hard yesterday I worked too hard yesterday ده معناه انا انا خلاص اشتغلت المارح خلاص هحط الperiod بتاعتي الperiod او full stop الاتن معناهم واحد وخلي بالك انك ممكن في جملتين واجهين وراء بعد ان انت تستخدم نفس التنس بالزبط يعني على سبيل المثال I tried to call him yesterday but he didn't answer I tried to call him yesterday but he didn't answer يعني انا كنت بحاول انا اتكلمه مبارح بس هو مردش فانت هنا انت مش لازم تختلف في الازمينة ممكن تستخدم نفسه زمن بالزبط يعني على سبيل المثال تاني I called her yesterday and she was very happy I called her yesterday and she was very happy يعني انا كلمتها مبارح وكانت سعيدة جدا وانت لو مراتي بتتفرج على الفيديو ده متفهمش ان انا بدي example ان انا كنت تفعين بكلم واحدة مبارح لا انا بدي example عادي يعني تمام طريقة ان انا في بقى في past simple او في الماضي البسيط بص عمل حاج انت في العادي خالص لو عايزتين في جملة هتحط قبل الverb didn't وتريح نفوخك مع كل البرونانز او كل الضماير من اول بقى I اللي غاية تاخيره بخالص اللي هي we او they على سبيل المثال I didn't pass the test يعني انا منجحتش في الامتحان he didn't talk to me هو ما كلمنيش فكل اللي احنا عملناه حطينا did المنفية اللي هي معاها an apostrophe t بس كده عمل حاجة ده اللي انت هتعمله في النافي نيجي بقى الكيفية السؤال في past simple او ازاي تسأل في الماضي البسيط فاكن لما قلتلك في النافي حط didn't وريح دماغك انت بقى في السؤال هتحط did او didn't وتريح دماغك برضو وتكمل جملتك عادي على سبيل المثال يا عام الناس did you call me yesterday انت كلمتاني مبارح وردو نفس الكلام مع كل الضمائر يعني انا ممكن اقول didn't we try to call you مش احنا حاولنا نكلمك didn't we try to call you ده كده بالنسبة للسؤال في past simple فده كان الموضوع عن الماضي البسيط او اللي هو past simple ايش هذا والله نفس المعنى ما علينا فthank you very much for watching ما تنسوش بقى الاكزامبوز الجميلة الفضيعة الوديعة بتاعتكم في الكومنز thank you very much هشوفكم الفيديو جاي